وجه رئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة الجهود المكثفة لاستكمال الأهداف الاستراتيجية للمشروع القومي للإنتاج الزراعي مستقبل مصر ما ينعكس على خطة الدولة في التوسع الزراعي وحماية الأمن الغذائي للشعب المصري وزيادة الصادرات الزراعية وذلك في إطار الخطة التنموية الشاملة لمصر جاء ذلك خلال اجتماعا مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من المسؤولين في إطار متابعة الرئيس سيسي لجهود تفعيل المشروع القومي للإنتاج الزراعي مستقبل مصر والدور الذي يقوم به في تطوير المنظومة الزراعية ودعم منظومة التحول الرقمي في قطاع الزراعة وإنتاج التقاوى المعتمدة للمحاصيل الأستراتيجية وكذا إنتاج المحاصيل الموجهة للتصدير وأنشطة الزراعة المحمية والإنتاج الحيواني وغيرها اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والعقيد الدكتور بهاء الغنم المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة صرح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية المستشور أحمد فهمي أن الاجتماع أتى في إطار متابعة جهود تفعيل المشروع القومي للإنتاج الزراعي مستقبل مصر والدور الذي يقوم به في تطوير المنظومة الزراعية ودعم منظومة التحول الرقمي في قطاع الزراعة وإنتاج التقاوي المعتمدة للمحاصيل الاستراتيجية وإنتاج المحاصيل الموجهة للتصدير وأنشطة الزراعة المحمية والإنتاج الحيواني وغيرها الاجتماع ركز في هذا الإطار على كيفية تطوير البنية التحتية المطلوبة لنجاح المشروع وبالأخص الطاقة الكهربائية وذلك بالتعاون والتنسيق بين الأجهزة الوطنية المعنية وقد وجه السيد الرئيس بمواصلة الجهود المكثفة لاستكمال الأهداف الاستراتيجية للمشروع بما ينعكسه أعلى خطة الدولة في التوسع الزراعي وحماية الأمن الغذائي للشعب المصري وزيادة الصادرات الزراعية وذلك في إطار الخطة التنموية الشاملة لمصر